يا أيها الناس اعبودوا ربكم العبودية أو العبادة معناها التذلل والخضوع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا أن أكدبة الناس تشمد المشركين والمؤمنين والمنافقين وكل طبقات الناس فكيف يؤمر المشركون بالعبادة والعبادة فرع عن العقيدة هم مشركون ولا يؤمنون بالله أو يؤمنون بالله ولكن يشركون معه الآلهة ثم نأمرهم بالعبادة والأمر بالعبادة الأمر بفروع الشريعة من صلاة ومن زكاة ومن صيام إلى غيره وكيف أما بالنسبة اعبد الله بالنسبة للمؤمنين واضح اعبد الله أن يستمروا في عبادتكم وموظفوا عليها وزيدوا منها ترجمة نانسي قنقر